وزارة المالية أعلانة مبارح أن مصر هي الأولى بالشرق الأوسط في الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة بمؤشر البروميتر العالمي ده مؤشر بيساعد متخذي القرار في الحد من المخاطر الناتجة عن التحديات العالمية خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة سارعيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية صباح الخير عليك فان صباح الخير وصباح الفل على كل المشاهدين يا أهلا بك لو نعرف ونعرف سادة المشاهدين أكتر عن مؤشر البروميتر العالمي وإيه أهميته كمان طيب سريعا جدا وزارة المالية مهتمة جدا بقالها أكتر من سبع سنوات إنها تتيح كافة البيانات لكل المستخدمين بمعنى يعني لو المواطن محتاج يفهم أكتر أين تذهب ضرائبه أين تذهب الموارد بتاعة الدولة بتاخذ القرار نفسه ليكون عنده جميع البيانات المقصوبة خاصة لما بنواجه أي تحديات أو تدعيات لأزمات عالمية زي الكافت أو الأزمات الأوكرانية يكون فيه بيانات مفتوحة كلمة موازنة مفتوحة يعني بيانات مفتوحة متاحة للجمهور بشكل مبسط جدا يقدر أن هو يدخل ويطلع عليها بتقارير مبسطة بثلاث البيانات يعني وثقة وهذه التقارير لازم تطلع بيعني ترتيبات معينة بحسب المعايير الدولية لكثير من المؤسسات العالمية اللي حصل بالنسبة للبروميتر إنه تم تجميع قواعد البيانات الخاصة بكل هذه البيانات اللي هي لها دعوة بالصالح العامل لها دعوة زي ما استفقنا أي حاجة تخص المواطن مثل البعض الاجتماعي أي حاجة لها دعوة بالحوكمة الرشيدة لهذه الموارد بحيث إن كل قواعد البيانات للمؤسسات دي سواء كان مثلا البنك الدولي المنظمة التعاون الاقتصادي وكمان كثير من المؤسسات الأخرى مؤشر شخصية العالمي المنظمة العالمية للشخصية وهكذا بحيث إن الجميع يبقى عندهم نفس الرؤية وتبقى موحدة ونقدر إن إحنا ناخد القرارات ونطلع من أي أزمة بأقل خسايا يعني توفير المعلومات يساعد متخذين القرار بالضبط ومش بس المتخذين القرار هم مهتمين كمان بالمواطن يعني هم مهتمين بجميع المستخدمين هذه البيانات سواء كان البحثين سواء كان متخذ القرار سواء كان المواطن بقاليات معين حقيقة دور كان حياة عملته كثير من ليه الفضل فيه بصراحة يرجع لكثير من الإدارات في وزارة المالية كل ما تم من ما يكان الوقت اللي كان حياة ليه دور كبير جدا إننا هنحصل على هذه المرتبة العالية في الشرق الأوسط أعتقد كمان دكتور سرده بيفرق في مسألة الاستثمار الأمن في البلاد ويعني إنعكاسات ده لأنه ما فيش مستثمر هيدخل في أي دولة من غير ما يعرف على الألف الأموال اللي حطاها في الاستثمار دي أو هذا التعاون اللي بيعملوا مع هذه الحكومة أو هذه بالزات السياسات الضريبية الشفافة والواضحة والمعلنة وأي مستقبل اللي هيكون في أي إجراءات للإصلاح تكون معلنة برضو بشكل كافي ووافي مش هيقدر إنه هو يستثمر في البلد دي من غير ما يكون على دراية بكل اللي بيحصل في البلد وثمان التقديرات للمستقبل صحيح طيب دكتورك الحقيقة بس أنا عايزة أثير إنه اللي بيحصل للممين دور بصراحة فيه تناغن كبير جدا يعني أي مستثمر مش بس دور السياسة الضريبية ووزارة المالية لكن هو دور السياسة النقدية في العموم وتشابه كل جهات الدولة سواء كان مؤسسات معانية أو فكومية وزير فكومية لأن الحقيقة إحنا فيه حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها لما أي مستثمر ديجي هو مش بتبص على قطع واحد زي كده تصنيف الاقتماني لازم نبص على الصورة الكاملة والصورة الكاملة دي لازم تكون متنغمة وفي حاجة اسمها صورة ذهنية يعني هو مش بيبص كمان بس على الأرقام هو بيبص إلى أي مدى الناس كمان بيقولوا إيه فده مهم جدا أن نحن نتعاون فيه مع بعض وعشان جدا عايزة أشيد الدور دوت إنه أكيد كثير من الهيات مثلا زي مثلا وزارة الاتطلاب زي مثلا إيفاينانس كل ما هو كان ليه دخل في إتاحة البيانات بشكل إلكتروني وواضح الحقيقة وحدة الشفافية كمان ومشاركة المجتمعية كان ليها دور كبير إن إحنا نبصة المعلومة نشرك المواطن يكون فيه آلية عندنا حاجة اسمها الموازنة التشاركية برضو إحنا على الأطلس العالمي الموازنة التشاركية يعني الحقيقة فيه مجهود كبير جدا كان بيتم على مر السنوات السابقة علشان نقدر يعني نحط الناس معانا في الرؤية يعني سواء كمان الشباب في مصر لكن الحقيقة إحنا قدامنا مشوار طويل يعني أنا مش بقول إن إحنا خدنا تقريبا 49 عالمية هو طبعا ده الأول في الشرق الأوسط لكن ما زال لدينا الكثير لنقدمه إن إحنا نتعاون فيه عشان تبقى أكتر وأكتر إتاحة البيانات يبقى أمر يعني زي ما نقول كده مؤسسي في كل جهة عظيم جدا إنعكاسات ده يا دكتورة سارة على الوضع الاقتصادي المصري قدام دول العالم كله لأنه طبعا مؤشر علام ده حقيقي الحقيقة هم كانوا مهتمين جدا إنه هم يطلعوا المؤشر ده خاصة قبل يعني كمة المناخ لأنه هم عملوا هذا التقليم لمصر بعد الأزمة يعني طبعا في خلال الجائحة وإحنا كنا حريصين إنه إحنا يكون عندنا على الموقع الإلكتروني التفعوي اللي هو budget.gov.g ده الموقع الخاص بوحدة الشفافية ومشاركة المجتمعية واللي محدود طبعا على موقع أوزارة المالية اللي هو مؤافظة جزء خاص بكل ما تم إنفاكه فيما يخص الحزمة التحفيزية للCOVID وكمان التعقدات اللي تمت بمنتهى الشفافية الحقيقة كان بيه دور كبير إنه إحنا برضو نحصل على هذا المرتبة يعني عكاساته بشكل بسيط هو إنه الوقت الجاي من الخير ما يتبق أنت عندك رؤية واضحة سواء أنت أو كل الأطراف اللي معاك أنت عمرك ما تقدر توصل للنفس الهدف فده مهم جداً مهم إنه إحنا كلنا نبقى شايفين الرؤية بمنتهى الشفافية وردوح مهم كمان إنه نشارك بالتحديات لأنه المخاطر جنية مثلاً إحنا كان من وقت اللي فات عندنا تصنيفات إقتمالية إحنا عندنا مخاطر ما كل البلاد بتمروا بمخاطر بس لما إحنا نبقى إحنا مستخدمين البيانات سواء كانت ساهم معناها إيه أولاً كتير أول ما بنبقاش فاهمين المعنى ثم نستخدمها بشكل صحيح ثم إن إحنا نتحرك ولنا في نفس الاتجاه ده يساهم إن الهدف عجل في النشاط الاقتصادي يتم بمنتهى الكفاءة وهو ده بالضبط الغرض من أي إدارة رشيدة للموارد إنك أنت تبقى فاهم مواردك واصدفتها لإستغلال الأمثل لهذه الموارد الضبط يعني مجهود كبير جداً في إصلاح من المالية العامة اللي تم الوقت اللي فات كان يده وقفه كبير وتأثير الحياة ده أنا عايز أشيد جهود كثير من الناس اللي عملوه في القطاعات مش بس كمان برضو وزارة المالية لكن إحنا بنقول إنه إحنا لدينا كثير من الكفاءات سواء كان يعني داخل الوزارات بتاعتنا اللي تقدر تفتيح إن إحنا نتحيح أكتر وأكتر هذه النوعية من البيانات ما زال لدينا كثير من الجهد اللي نوصل به برضو لمستخدمين البيانات والبحثين عشان نقدروا يوصلوا لمعلومة دية بشكل سريع ما زال لدينا الكثير إن إحنا نقدمه كمان بنا وبين بعض الحقيقة اللي بيتم على دورة مصر الإلكترونية ده الحقيقة يعني مجهودة عظيمة وحصل برضو في وقت المحنة يعني إحنا إدنا نحول المحنة اللي إحنا مرينا بها بكوفيد لمنحة لكن طبعا إحنا بنقول إن إحنا كلنا مع بعض نقدر نطلع من أي أزمة تاني لو إدنا نوحد جهودنا في الطريق الضحيحة بكل تأكيد بنشكر حضرتك الدكتورة سارة عيد رئيس وحدات الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهاردة